بسم الله الرحمن الرحيم وبيهي نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طولة تلت سنوي. ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? عندنا ان شاء الله النهاردة الدرس التالت لسان ترواء اللي هو بعنوان اول حاجة يا شباب احنا بنتكلم عن وحدة بعنوان يعني نادي الرياضيين. الوحدة الاولى دي كانت متقسمة لتلات دروس. احنا النهاردة عندنا الدرس التالت والاخير. عشان حضرتك دماغك تبقى متنظمة وفيه تسلسل للمعلومات وفاهم كل وحدة بتمشي ازاي? افهم اللي انا اقوله لك. اول حاجة لما بنبدأ في اي وحدة على سبيل المثال وحدة بتتكلم عن الرياضة. فاول درس دايما هتلاقي بيجيب لك المفردات المتعلقة بالرياضة. يعني ايه كرة قدم? يعني ايه كرة سلة? يعني ايه تنس? يعني ايه تسلق الجبال? يعني ايه سباق سيارات? يعني ايه الصيد? يعني ايه تنس كرة ريشة? وهكذا. فاول درس دايما بيحط لك في المفردات اللازمة لكي تتعلمها. تاني درس اللي احنا خلصناه الحصة اللي فاتت زي ما انت كنت شايف بتلاقي معظمه جرامير. يعني قواعد لغوية. طب الدرس التالت اللي احنا قدامه دلوقتي بيكون فيه تواصل او اللي هو بيعلمك زي تتواصل مع الاشخاص باللغة الفرنسية. سؤال وجواب. غالبية الدرس هتلاقي بيتكلم عن كده. طيب احنا هناخد ايه النهاردة في الدرس بتاعنا? اول حاجة الترتيب اللي انا بقوله لك هو اللي هنمشي به علشان ده اللي هيجي بنفس ترتيب الكتاب. اول حاجة يا شباب هناخدها النهاردة مع بعض. الفرق ما بين الرياضات الخطرة والرياضات التقليدية. تاني جزئية هناخدها مع بعض. تاني جزئية ازاي ان انا اقترح على احد ما اي نشاط من الانشطة. يبقى دي رقم اتنين. ازاي اروح لواحد اقول له تعالى معايا السينما او ايه رأيك نلعب كرة او ايه رأيك نزاكر اقتراح نشاط ما على احد الاشخاص. وبعد ما تقترح النشاط الشخص ده من الممكن ان يقبل او يرفض فحضرتك لازم تتعلم في هذا الدرس قبول او رفض الانشطة. يعني لما حد يجي يقترح علي نشاط تيجي معايا نلعب كرة انا اقدر اوافق او ارفض. فدول كده على الترتيب الاجزاء اللي احنا هناخدها. طيب هناخد كمان في الجزء بتاع النهاردة. يبقى اول حاجة الفرق ما بين الرياضات الخطيرة والتقليدية. وايه هي رياضات الخطيرة والتقليدية? هنتعرف على اسمائهم. رقم اتنين كيفية تقتراح نشاط ما على احد الاشخاص. طب رقم تلاتة قبول او رفض النشاط اللي شخص ما اقترحوا علينا. حلو قوي. طب هناخد ايه كمان رقم اه اربعة النهاردة? هناخد ازاي النس تفسر ونعبر عن رأينا. دي هتبقى رقم اربعة. يعني ايه الاستفسار عن الرأي? يعني مسلا انا اشتريت لبس. فعايز اقول لك ايه رأيك في اللبس ده? عايز اسألك باللغة الفرنسية ايه رأيك في اللبس? كيف اصيغة وكون سؤال بيسأل عن الرأي? وازاي بعد ما اسألك عن رأيك انت تقدر تجاوب بالفرانساوي. الموضوع سهل وبسيط ما تتخضش. الجدعاء اللي مركزين معايا يبقى تاني اهو. الحاجات اللي احنا هناخدها النهاردة بالترتيب. الفرق ما بين الرياضات الخطيرة والرياضات التقليدية. وما هي الرياضات التقليدية? وما هي الرياضات الخطيرة? رقم اتنين اقتراح نشاط ما على احد الاشخاص. طب ومعها كمان قبول او رفض هذا النشاط. طيب رقم تلاتة. ازاي ان انا اجا اسألك عن رأيك في شيء ما? وازاي حضرتك تقدر تقول لي رأيك سواء بالاجاب او بالسلم. نبدأ كده واحدة بسجل ما تقلقش يا واحد. نبدأ كده مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة زي ما انا وعدتك الرياضات التقليدية والرياضات الخطيرة. هنا لازم تبقى عارف يعني ايه رياضات التقليدية اللي هي الكلمة دي حضرتك لازم تكون حافظها كويس جدا. دي معناها رياضة تقليدية. طب دي معناها رياضة خطيرة. ليه يا مستر لازم نبقى عارفين الاسمين دول وبنعرف نكتبهم علشان هو في الامدحان ممكن بيجي يقول لك ما نوع هذه الرياضة? فتعرف تفرق ما بين الرياضات الخطيرة والرياضات التقليدية. الفرق ما بين الاتنين ببساطة. الرياضات التقليدية هي اللي ما بتسببش للي بيمارسها اي آآ او اصابة. على سبيل المثال الرياضات التقليدية اللي عندنا. طب يبقى احنا كنا بنقول الرياضات التقليدية يعني. طب ما هي بقى الرياضات التقليدية عد معايا بيه وانت ماشي. اول حاجة عندنا حاجة اسمها دي اسمها رياضة تقليدية عادة. طب عندي حاجة اسمها دي رياضة تقليدية. اللي بيمارسها لا تسبب له اي قزة. طب عندي حاجة اسمها دي رياضة تقليدية. طب عندي دي رياضة تقليدية. طيب عندي بعدها حاجة اسمها رياضة رمي السهم او القوس. برضو رياضة تقليدية. طب عندي حاجة اسمها اللي هي رياضة الجنباز او العاب الجنباز برضو رياضة تقليدية طب عندي لشاص الصيد هي بتسبب لنا ازا لا انا بسطاد الحيوانات يبقى دي رياضة تقليدية طب عندي لكوخ سبيه اللي هي الجارية على الاقدام دي رياضة ايه تقليدية برضو طب دي بس يا مستر رياضات التقليدية لا ممكن مسلا كورة القدم دي رياضة تقليدية ممكن كورة التنس دي رياضة تقليدية ممكن السلة ممكن الطائرة من الاخر الرياضات المتعرف عليها في مصر دي كلها بتعتبر رياضات ايه تقليدية. انقل على الجزئية التانية. طب ما هي الرياضات الخطيرة? هي الرياضات اللي اللي بتمثل خطر على الشخص اللي بيمارسها. يعني ازاي خطر? يعني ممكن الشخص اللي بيمارسها ده يموت لو خسر. والمدرب بتاعها ما اسموش اسمه يعني مدرب خاص. طب ايه هي الرياضات دي? قالي والله عندي حاجة اسمها اللي هي رياضة سباق السيارات. برياضة خطيرة? اه خطيرة. لان العربية دي لو اتقلبت فالجواها غالبا. البقاء لله. طب عندي حاجة اسمها اللي هي رياضة القفز بالمظلة من الطائرة. قال لا. يعني انا دلوقتي لو في طيارة وقفزت بالمظلة بفتح المظلة. علقيته وما فتحتش. يبقى خلاص. سلم على الشهده اللي معاك. طب بعدها حاجة اسمها عبور الوديان او هبوط الشلالات. مسلا لو انا بهبط من شلال بنط. عارفين انت احمد الساقة لما كان في فيلم افريكانو. فمونة زاكية قاعدة جانبه فبتقول له. فبيقول لها لو ده هيثبت لك ان انا بحق وقام نطط. انت ممكن مسلا تنط من شلال او من فوق شلال تقع على صخرة دي مارك تتفشفش. ممكن تنط من فوق شلال تمسح يبلعك ولا تنزل عندي دوب بياكلك. خلصت خلاص. يبقى الغالطة في الرياضات الخطرة بموت غالبا او باصابة بالغة الخطورة. كذلك الحال مع ركوب الدرجات في الاماكن الجبلية او الاماكن الوعرة. حرفك ممكن تنزل من على جبل تتكسر مية حتة. اكمل بعد كده. عندي هنا حاجة اسمها اللي هي ركوب الزوارق المططية او التجديف. وهي احدى الرياضات الخطرة جدا. لانه ممكن والت بتجدف كده ونازل من على منحضرة او شلال البتاع ده يتقلب على دماغك فدماغك تتكسر. عندي حاجة اسمها لو دلتابلان الطيران الشراعي. اللي هو اللي استخدمها القوات بتاعت حماس لما كانوا عدوا جدار الفصل ما بينه وبين اسرائيل. الطيرات دي ممكن مش شراع ده وانا طير في الهواء المطور يعتل. طب عندي حاجة اسمها اللي هي تسلق الجبال. طب ما هي رياضة خطيرة. ازاي مستر? ممكن ما انا بتسلق الجبل بالحبل. الحبل يتقطع. اه على دماغي اتكسر. عندي حاجة اسمها لا بوكس. ملاكمة. الملاكمة خطيرة مستر اطبعا. ده انت الراجل بيمسك وشك يقعد يديك بالبنية في وشك لحد ما يجيلك ارتجاك في المخ. بتطلع عينك وار ما قد كده. فكل الرياضات اللي انا بتكلم عنها هي رياضات تعتبر خطيرة جدا. يبقى دلوقتي توصلنا ان اي شخص قاعد معنا دلوقتي لابد ان هو يكون عارف يفرق ما بين حاجتين. الرياضات التقليدية اللي اسمها والرياضات الخطرة اللي اسمها الفرق ما بينهم ايه? ان الرياضات التقليدية الشخص اللي بيمارسها لا تمثل خطر على حياته. لكن الرياضات الخطرة او بتمثل الخطر بالر على حياة الشخص اللي بيمارسها. نروح بعد كده على تدريب صغير اوي. نعمل في ايه? نصنف هذه الرياضات ما بين رياضات تقليدية ورياضات خطرة. يعني رياضات اهي? يعني تقليدية. عندي الناحية التانية حاجة اسمها دي تعتبر رياضة خطرة. خلاص? المفروض دي التدريب بيمة بتعمله مع نفسك في البيت ولكن هنعمل كام رياضة قدام حضرتك. اول حاجة هنا عندي دي تعتبر رياضة ايه? لا طبعا ما انا ايه لك? اي رياضة متعرف عليها في مصر يبقى هي تعتبر من الرياضات الكلاسيكية. فلوفوت دي رياضة كلاسيكية. طب اروح عند البوكس دي اسمها ايه? اسمها البوكس. البوكس ده من الرياضات طبعا خطرة. طبعا عندي فاكر الرياضة دي ايه? ركوب الزارق المطاطية او او اللي هو التجديف. التجديف ده ايه? لا 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 ده التجديف يا جدعان ده يعتبر من الرياضات الخطرة هو كمان. طبعا عندي بعدها لا التينيس ده رياضة تعتبر تقليدية مش رياضة خطيرة على الاطلاق. بس خلاص. طبعا عندي تسلق الجبال. لا لا لا. تسلق الجبال ده في خطر على حياة الانسان فيعتبر من الرياضات الخطيرة. طب لو يوجا. لا ده اليوجا دي سليمة ما فيش فيها اي حاجة. يبقى انا عندي الرياضات اللي حضرتك شايفها قدامك لازم تصنفها ما بين رياضات تقليدية ورياضات اكستريم خطيرة. هسيبها لك تكمل الباقي في البيت وانتقاد مع نفسك. ليه? عشان تمسك كل الرياضة وتعرف معناها بالعربي. ثم ترجع تصنفها فيبقى بنعد على رياضة مرة واتنين وتلاتة بتتحفظ وبتلزق في مخاك. يبقى كده الجزئية الاولى خلصت. طيب زي ما احنا قلنا عندنا ست اشكال ممكن اقترح بهم اي نشاط على اي شخص من الاشخاص. اول طريقة لازم حضرتك تبقى حافظ تعبير مهم جدا. التعبير ده معناها هل يناسبك او هذا يناسبك او يناسبك ان. فاول طريقة اقضى على سبق تعمل المثال واضح وصريح. مسلا لو انا عايز اقترح عليك ان انت تلعب معي فقول لك كده ده كده مسلا نشاط من الانشطة. فانا عايز اقترح عليك انك تجي تلعب معي تنس. ممكن اعملها بكم طريقة? قلنا ينفع عملها بست طرق. عشان تقترح نشاط على احد الاشخاص. اول طريقة يا شباب ينفع اقترح عليك باستخدام تعبير. ايه هو التعبير ده? هذا التعبير اسمه سا خلي بالك. دي. يعني ايه سا تو دي دي? معناها يناسبك ان. طب دي استخدمها ازاي مستر انا مش فاهم برضو. قال لي والله سا تو دي ممكن نستخدمها بشكلين مختلفين. ومدام هنستخدمها بشكلين مختلفين. يبقى نروح نقول لها ما تجيبي دوبليكات. ايه دوبليكات دي? يعني هنستنسخ منك كمان واحدة. فانا دلوقتي بقى عند اتنين. حلو قوي. قال لي والله الساطو دي دي ممكن تحطها بعد ما تقترح النشاط وقبل ما تقترح النشاط. قال له ما توريني. اقول لك اقول لك. عايز اقرح عليك ان احنا نلعب تنس. فاقول لك ايه? تلعب تنس فاقوم اقيل لك كده. يعني نحن. وصر في الفعل جويه بناءا على على فاقول لك بالشكل ده. واجب لك بعدها النشاط او الرياضة. فاقوم اقيل لك وهبعد شوية عشان اعرف اكتب كلمة تنس. معلش? اعمل كده. فاقول لك اونزو او. وقوم كاتب بعدها كلمة النشاط او الرياضة. فاقول لك او تينيس. جميل او. وقوم اقيل لك ساتو دي. كده انا قدرت اصيخ سؤال باللي هو الفنسية فيما معناه هل ينسبك ان احنا نروح نلعب تنس? فتقول لي اولا لا. يبقى اول طريقة بقدر اقترح بيها اي نشاط على احد الاشخاص ان انا حط كلمة ساتو دي وحط قبلها نشاط او رياضة. تب استنى مستر. طب افرد ان عايز اقترح هذا النشاط على مجموعة من الاصدقاء المجموع الموضوع سهل وبسيط. طب نعمل ايه? قال لي والله هتقوم جاي على ده ايه? مغيرها مخليها فتبقى سا فو دي. هل يناسبكم انتم انتم مارسوا معنا لعبة التينيس? وقوم جاي في النهاية احط ايه? او محطت هنا علامة استفهام. فدي اول طريقة انا اقدر اقترح بيها على احد الاشخاص او مجموعة اشخاص اي نشاط او رياضة. طب انت قلت لنا ان احنا هناخد نسخة من ساتو دي. اقلت. ليه? لما يأتي بعدها من نشاط او رياضة. يعني ينفع برضو مع ساتو دي يجي وراها نشاط او رياضة. ازاي وريني? هقوم واخد ساتو دي دي حاطتها في اول الجملة. كلام سليم. ومدام كتبت ساتو دي هقوم حاطت بعدها. خلي بالك حرف جر اسم دو سابت لا يتغير. ومدام انا حطيت هنا حرف جر اسم دو لابد ان يأتي بعدي. ها 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 الفعل في المصدر. فاقول لك ساتو دي يناسبه كأن تلعب تينيس. فاقول لك دو جو. كده مش هصرف الفعل بقى هنا. وام كامل اقول لك حاجة اسمها ادي او واقول لك هنا تينيس. يبقى انا كده يا شباب واحنا عادين مع بعض. قدرنا نعمل سؤالين او طريقتين نشوفهم مع بعض. الطريقتين دول انا اقدر اقترح بهم اي نشاط على احد الاشخاص او مجموعة من الاشخاص. باستخدام تعبير سهل وبسيط اسمه ساتو دي. فلو قابلني ساتو دي خلاص ما انا صرفنا معناه. الدنيا بقت سهلة وبسيطة. طب تعالى نروح للطريقة التالتة. انا بحفظها خلي بالك. انا بنبه تاني. الاجزاء اللي انا بتكلم فيها دي دلوقتي كلها قائمة على الحفظ. مفيش فيها اي مجال للفهم. يعني ابلع ما يأتي على طول. يبقى دي رقم واحد. ودي كذلك رقم اتنين. طب فيها عما انا اصطريقة تالتة ينفع اقترح بها نشاط غير ساتو دي دي. قال لي اه ايه هي الطريقة دي. قال لي عندك تعبير تعبير. اسمه افوار اون في دو. قال لي ايه افوار اون في دو ده هو كمان. قال لي الله تعالى نكتب التعبير ده في جنب فوق لوحده. ده برضو تعبير زي ساتو دي اسمه افوار اها. ثم اون في ثم دو. ايه ده? اها. ده برضو احد التعبيرات. طب ما معنى افوار اون في دو. معناها بحاجة الى او ترغب الى. طب ما تعملها لنا بنلاع عليك في جملة من الجملة كده عشان الامور تبقى واضحة سهلة وبسيطة. اقول لك انت لديك الرغبة الى ان تلعبت لس. تتعامل ازاي? هقوم جاي في رقم تلاتة. وقوم ايه لحضرتك? ضمير فاعل اسمه تي. فاقول لك تي. حلو. ترغب افواره. هيتصرف فنان على تي. يتحول الى حاجة اسمها ادي ايس. يبقى تي يا. وقوم كاتب كلمة حضرتك لو معك ورع وقلم سجل ورايا. وقوم كاتب التعبير اللي اسمه دو زي ما هو. وقوم كاتب اسم النشاط او الرياضة زي ما انا عملت فوق ومش هصرفه. لانه هيأتي بعد حرف جر زي ما انت شايف قدامك حرف الجر ده اسمه دو. فلابد ان يأتي بعديه الفعل في المصدر. هعمل كده وهقوم جاي منزل دي كمان مرة تحت يبقى كده انا عرفتك تلات طرق حضرتك تقدر تقترح بيهم اي نشاط على اي حد قدامك. طيب لو انا بقترح على ناس جماعة هنا الموضوع سهل. هقوم جاي مغير تي دي ومخليها وهم غير التصريف بتاع الفعل اللي وراها اس. وهم حاطت ايه استنى علي فتقول جميل قوي يبقى انتو عايزين تلعبوا تينس يا رجال اللي عاديين معايا حد عنده مشكلة في اللي انا بقوله هه انا ماشي تاتا تاتا انا ماشي تاتا تاتا يبقى كده احنا عرفنا تلات طرق نقدر بيهم نقترح على اي حد اي نشاط او رياضة. طيب ايه يا عمانس الطريقة الرابعة? بقولك الطريقة الرابعة شفوي لانك المفروض خدتها قبل كده. لو انا عندي سؤال استفهام كل منفي. ازاي? كاني بقولك بالعربي انت مش هتيجي تلعب معنا كورة? فتقول لي اه ولا لا? طيب احفظ كده احفظ كده عشان هوريك شكله دلوقتي حالا احفظ 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 ما يأتي على طول. يبقى كده احنا كتبنا رقم تلاتة طيب. هقوم نازل هنا واخد رقم اربعة. لو محتاج تصور الصبر اصورها. وهقوم كتب في رقم اربعة ان احدى طرق عرض الاقتراحات ان انا اعمل حاجة اسمها سؤال منفي? فقولك انت مش هتيجي تلعب كورة? فتقول لي اولا لا يبقى دي رقم اربعة. طب رقم خمسة لو انا عندي سؤال يبدأ بالضمير اللي اسمه ازاي دي? فقولك مسلا احنا هنلعب كورة فقوم قيل كده. بص بصيلي. وقولك حاجة اسمها كده. وهو ما اعمل لك علامة استفهام. فانج احنا نعب كورة قدم فتقول لي اولا لا. دي رقم كام? رقم خمس. كده اخر حاجة فضلالنا اللي هي رقم ستة. اننا يبقى عندي حاجة انت اخدتها قبل كده او اكد انت عارفها. يبقى عندي امر مع الضمير اللي اسمه نو. فلما اعمل امر مع الضمير اللي اسمه نو كان دائما ما يأتي على هيئة اقتراح او عرض فكرة. دول الستة حالات اللي حضرتك تقدر تقترح بيهم اي نشاط على اي شخص من الاشخاص. ارجع ازود التأكيد على الكامل اللي انا بقوله. ها نرجع تاني يا رجالة معايا. ها كل الناس معايا الشرق قدامك مظبوطة هو تمام. طيب نرجع بقى نحفز الناس من الكتاب. نمشي تابع الكتاب يا عام عشان ده المرجع اللي الناس بذكر منه. اول حاجة قلناها. كيف انا اقترح على احد ما نشاط او فكرة اهو. ان انا حط التعبير رقم واحد اللي اسمه وفي بعض الاحيان ممكن يبقى لو انا بقترح على ناس جمع يا شباب. وهنا يوضع اسم النشاط او الفكرة في النقاط في الاول. او اقولي التعبير اللي اسمه ثم حط بعدها الفعل في الايه? في يعني في المصدر. طب الطريقة رقم تلاتة. ان انا عندي تعبير اسمه اللي بيتم تغييره في هذا التعبير ايه? هو يتغير بناء على ايه? بناء على ضمير الفعل فقط. دول تلات طرق. طيب تعالي نروح للربعة. الرابعة لو انا عندي الاستفهام المنفي. سؤال منفي. فاقولك مثلا. انت مش هتيجي معي الى الحديقة فتقولي بلى انا هاتي معاك. والسؤال الاستفهام المنفي ده هنسيبه الحصة جاهش راح لك بالتفصيل. او لو انا عندي اقتراحة او جملة امرية الامر هنا جاي مع الضمير اللي اسمه نو نو نو. خدنا الامر بالتفصيل. طيب او عندي سؤال يبدأ بالضمير اللي اسمه اون. يبقى دول ستة حاجات انت تقدر تستخدمهم عشان تقترح على احد والماء اي نشاط او فكرة. طيب لما انت تقترح على الراجل ده اي نشاط او فكرة. هو بقى ممكن يقبل او يرفض. الحاجات اللي قدامك لازم تتحفظ. فعندنا هنا لكي تقبل الاقتراحات. ممكن تقول حاجة اسمها و او الكلمات ده لازم تتحفظ مهمة جدا. ممكن تقول جنيال يعني رائع او ممكن تقول افك بلزير بكل سرور. ممكن تقول يعني بالتأكيد. ممكن تقول لما لا. ممكن تقول تقول بكار موافق. ممكن تقول ولازم تبقى عارف في حضرتك ان الفعل مصدر وكان فعلي تاني اسمه معناه يريد. اقول دي واي كلمة تدل على القبول. كده انت قبلت الاقتراح. علشان ترفض حضرتك الاقتراح خلي بالك من حاجة مهمة. لازم تبقى عارف ان الكلمة اللي اسمها تحفظها كويس قوي معناها قبول. ولازم تبقى عارف ان كلمة معناها اقتراح. سجل الكلام ده عشان ان انت بتزاكر تبقى عارف احنا عملنا بنسلط الضوء على ايه? او هايلايت على ايه? ولازم تبقى عارف ان معناها ترفض. وخلاص عارفنا ان كلمة معناها اقتراح. خلاص كده. علشان ترفض الاقتراحات ممكن تقول واي كلمة تدل على الرفض. او ممكن تقول حضرتك خلي بالك من دي مهمة قوي. التعبير ده من اهم التعبيرات اللي عندنا في المنهج معناها هذا لا يعنيني او هذا لا يناسبني. وتستخدمت قبل كده في محادس الكتاب للمدرسة في بداية الواحدة لو فاكر. ممكن اقول دي معناها ايه? انا لا استطيع. فلازم تبقى عارف ان الفعل ده مصدره فعل كان اسمه بوفور معناها يستطيع. طب عندي حاجة اسمها انا لا املك الوقت او معنديش وقت. اقول جسوي كوبي يعني انا مشغول اقول امبوسيبل اقول جسوي ديزولي اقول بردن يعني اسب واي كلمة تدل على عدم القبول او الرفض. معنا هنا شوية مواقف هنحلها مع بعض او احنا قاعدين في الحصة بنتضرب فيها او بنشوف فيها اسئلة ممثلة اللي يجيلك في نهاية السنة. عندي اول حاجة سجل بقى معايا وترجم الكلمات. لما يقول لي يبقى انت عارف ان دي معناها انتم اهو بحل معاك مواقفة عشان ما تزعلش. يبقى معناها تقترحون. يبقى انتم تقترحون. على صدقكم. حضرتك عارفها اسباحة. انت بتقترح على صديقك ان يمارس السباحة. ماذا انتم تقولون قبل ما تجاوب. حافظت الست حاجات اه ساتو دي يا مستر قبلها نشاط. ساتو دي يا مستر بعدها نشاط. افرقون في دو يا مستر بعدها نشاط. سؤال من في يا مستر. سؤال يبدأ بالضمير اللي اسمه اون. امر مع الضمير اللي اسمه نون. خلصت. فين عندك ااااااااااااااااااااااا اقتراح. نحن نزب الى البسين ساتو دي? اه دي صح. طب تعالى نستبعد الباقي. ايه سي? انا ليه او سينما? ايه علاقة السينما بممارسة السباحة? السباحة تمارس في البسين يا حبيبي. طب الاو على باتي نوار باتي نوار يعني ساحة تزلو كشيل. طب ساتو دي دقى ليه على مونتاني انه هاسيبك وانت زهب الى الجبل ايه علاقة الجبل بالسباحة? ملاهاش علاقة. هاتل اللي بعد. اتنين بيقول لي فيها لازم ابقى عارف الفعل ده مصدره ايه? ده مصدر الزرب كان اسمه اتر معناه يكون. ففوزات بور اه استنى 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 بور دي بتأتيب معنى معا. يبقى انتم تكونون مع ايني ده من اهم الكلمات فكرة. ترجم. انتم تكونونا مع فكرة كيستفو ديت. ماذا انتم تقولون? لما انا بقى مع فكرة ازا انا بقبلها ما ينفعش اقول بي. نو سانو نو دي ريان لاني ده رفض. ينفع اقول ساتو دي دو جوي افوت. لأ بنا كده باقترح. طب انا هسأل بابايا او هطلب من بابايا. لا طبعا يبقى اقول يعني رائعة. او فكرة عظيمة. تلاتة بيقول لي فيها فوزات ما انا لسه مترجم. الفعل ده مصدره بيأتي بمعنى اتر يكون. فانتم تكونون يعني ضد 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 شغل ايدك بقى وانت قاعد. معناها اقتراح. لسه مترجمينها والله فوق من شوية. فانتم ضد اقتراح. ماذا انتم تقولون? لما انا يكون ضد اقتراح اذا انا برفضه. هل ها اقترح تاني? لا اشيل ايه بقى? طب اقول ويب ينسير انا مع الاقتراح. لا اشيل. سي امبوسيبل مستحيل قاضي. يبقى دي الصح. طب وي نعم سا مو دي تري بيان. هزا يناسبني او يعنيني انا جدا لا 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 اشيل. رقم اربعة. لحزة يا شباب. هنا بيقول لي. انتم تقبلون اقتراح. طرق قبولي الاقتراح. اقول بوف. لا. فكرة جيدة صح. طب يلا بينا نروح السينما ده دي اصلا طريقة اقتراح. طب انا باكون مشغول لا كده رفضت. طب اللي بعدها انتم ترفضون اقتراح لزيارة الريف. ماذا انتم تقولون? اقول يناسبك انت ان تذهب الى لطيف? لا. طب دي فكرتك بتكون لطيفة او رائعة? ما تنفعش. انا اكون ضد فكرتك فكرتك صح. بكل سرور الاخيرة? لا ما تنفعش. انا بترجم لك الغلط قبل الصحة عشان تترجم قدامك ونتعاد معي دلوقتي. ستة بيقول لي فيها انتم تقترحون على صديقكم ان يمارس انتو بتقترحوا على صديقكم ان يمارس رياضة خطرة. خلي بالك. ماذا انتم تقولون? انا هلا هاقترح او? اقول نعم انا اريد? لا. انزو احنا هنلعب كورة. طب الكورة دي رياضة خطرة? لا. يبقى دي ما تنفعش. الى ان السؤال رقم بيه من من اسئلة الاقتراحات لكنها ما تنفعش. طب اقول انا ما عنديش وقت? لا طبعا. انا باقترح يبقى طرق الاقتراحات زي ما قالت البنت اللي علمت الشاطرة دي ساتو دي يناسبك انت ثم اتى بعدها اسم النشاط او الرياضة. طب يعني ايه يعني ايه رياضة اه ركوب الدراجات في ايه? الاماكن الجبلية. ودي تعتبر رياضة خطيرة. اظن كده اول جزئيتين الحديث عن الرياضات الخطرة والكلاسيكية خلصوا. وكمان ازاي نقترح على احد ما نشاط او رياضة عدنا نروح ونيجي. نروح ونيجي لحد ما حفزتها قبول ورفض الاقتراحات دي كانت معنا. طيب نروح على الجزئية التالتة والاخيرة في الحصة بتاعة النهاردة. ازاي اروح لواحد اسأله عن رأيه في رياضة ما او في نشاط ما. نفس الفكرة هنجيب مكان فاضي وحفزك برضو الكلام اللي احنا بنقوله. لما نروح لمكان فاضي ووعى يا مستر تنسى الشير عشان الناس قعدة بالمرصادة هي قدام الشاشات. اقلب الشر يا باشا وارجع حفزك. ازاي اجي اسألك عن رأيك في اي حاجة مش رياضة بس. خلاص? في اكلة في وسيلة مواصلة في اي حاجة من الحاجات دي. والله احنا ممكن نعملها باربع اسئلة. طب وما تعال كده اورينا ازاي نعملها. علشان اروح لواحد اسأله عن رأيه في اي حاجة في لبس مثلا او في رياضة ما. احنا خدنا قبل كده كلمة رأي. ماشي. بتكتب ازاي? ممكن حضرتك تكتب كلمة رأي انك تكتبها كلمة وممكن حضرتك تكتبها بشكل تاني اللي هي اللي اتنين دول يدوا معنى رأيه. ولكن رأي اللي فوق كلمة مفرد مذكر. ورأي اللي تحت مفرد مؤنس. طيب عايز اعمل سؤال. اقول فيه ما يكون رأيك انت. انت. فبكل بساطة اقول نجيب صفات ملكية. مش انا هكلمك انت. فانت ضمير فعل سموتي. يجي معا ايه من صفات الملكية رجال? طنطاطي. طب الكلمة دي ايه اللي فوق مذكر تاخد طن. جميل. طب الكلمة اللي تحت مؤنس. المفروض تاخد طه. اوعى بقى. اضرابك على ايدك. طب ما في قعدة كانت بتقول ان اي كلمة مؤنسة تبدأ بمتحرك تقلب الطاق الى طن لعدم لعدم تلاقي حرفين متحركين. فشير يا عم اناس دي ما تكسفناش وحطه قدام اللي تحت دي برضو طن وافتكر ان هي مؤنسة. خلاص? عشان ما ننساش. حلوة اول. طب انا عايز اقول بقى ما يكون رأيك. واحد شاطر يقول لنا يا جدعان ده احنا اخدنا اداة استفهام اسمها كلا. فقوم كاتب هنا اول حاجة كل مفرد مذكر. وانزل تحت اقوم كاتب كل المفرد المؤنس. اه هنا بقى يباني الفرق. صح? حلوة اوي. فاضل ايه عشان معنى الجملة يتزباط? اقول لك ما هنا احط ايه? يكون. الله ينور عليك. فتصريف مع مع المفرد تبقى وتصريف مع المفرد تبقى او اس تا. فقلت لك كده ما يكون رأيك انت. وقلت لك تحت ما يكون رأيك انت. حلوة اوي. والاتنين دول السؤالين دول دائما ما يأتي بعدهم حرف جر سابت اسمه سور. اهان على. وده برضو احط له حرف جر اسمه سور. احفظ يا ولد. بس خلاص يبقى احنا كده خلاص انتجنا اه كليتونا في سور ل اها 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 فت. كده انا عملت ايه? كونت سؤال من الصف لحد ما خلصته. بيسأل عن رأيك فيها ليه الرياضة? الا هي? الا وهي رياضة كرة القدم. اهو. بس خلاص. صعب يا جدعان. بوريك السؤال كيف ينتج وجاي فيك كتابته. واحدة واحدة وتاتا تاتا. فالسؤالين دول يعتبر سؤالين. انا اسألك عندنا كم سؤال يا جدعان والنبي قلت عندنا اربع اسئلة يمكن ان تسأل بيها الشخص عن رأيه في اي شيء. السؤالين الاولين اللي كتبوا حمدا لله. خش على سؤال رقم تلاتة. مين الممكن انا اسألك عن رأيك باستخدام فعل تاني اسم الاداة الاستفامية اللي انا كتبها قدامك بتأتيب معنى ايه? قال لي والله معناها ما او كيف? حلو. طب لو انا قلت الواحد كيف انت تجد كرة القدم? كده انا بسأله عن رأيه. اهان. فانا عايز اقول كيف انت تجد. فقول لك كمان? وانت في اللغة عندنا يعني طيب تجد هدهالك فعلي اسمه اهو. يبقى كمان? وصرف صحة بنانة على تي او اس. يبقى كيف انت تجد? واقول لك مسلا هذه الرياضة. فقول لك هنا حاجة اسمها بصوا كده. واقول لك هنا كلمة كيف انت تجد هذه الرياضة اللي هي كرة القدم? فتقول لي حلوة كلاسيكية عنيفة خطيرة. وده السؤال رقم ايه? ده السؤال رقم تلاتة. طيب ننزل بعدها على السؤال رقم اربعة. السؤال رقم اربعة عندنا زيه زي كمان. بس استنى عايزين نعمل ربط هنا. فنربط دايما نعمل حاج انه لو عندي في الجملة الفعل اختار الادا كمان. ولو عندي الادا كمان اختار الفعل عشان المعنى يتصق. فقول كيف انت تجد? طيب يبقى اربط الاتنين دول ببعض. كده اربطها بالاداة الاستفامية والاداة الاستفامية اربطها بالفعل. خلصت. طيب نروح لكمان سؤال رابع. اسألك عن رأيك في رياضة ما او نشاط الماء. بس اسأل بحاجة مختلفة. فالحاجة المختلفة دي اسمها كسك. طب كسك دي معناها ايه? معناها ماذا? حلو قوي. طيب اقول لك ماذا? وممكن اسألك عن الرياضة او او النشاط فاقول لك ماذا انت تعتقد في هذه الرياضة? فاكتب ايه? كسك دي معناها ماذا? طب انت يا جدعان. طب ما انا هكتب تيه? حلو عسل. كيف انت وهكتب تجد? لا بقى ما ينفعش. ده تجد حصريا مع الاداة اللي اسمها كومان. كيف انت تعتقد? ايه ماذا? انا اسف. انا اسف. ماذا? 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 انا اشقول ماذا? انت تجد. لكن هينفع اقول ماذا انت تعتقد في هذه الرياضة? فالفعلي يعتقد هو فعلي اسمه بان سي. وصرفه صح بناءة على تيه. يبقى ماذا انت تعتقد كاسك تي بانس في هذه الرياضة? دو. واحط بعدها ايه? احط بعدها دو. 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 والدو دي ممكن تتغير. ولكن احط بعدها صفات اشرة فاسبتها. كاسك تي بانس ماذا انت تعتقد دو س سبور دو س وهنا امكاتب سبور بالشكل ده. كده انا عملت السؤال الرابع والاخير اللي من الممكن ان يسأل عن رأيك في اي رياضة. يبقى كاسك تي بانس دو س سبور ماذا انت تعتقد في هذه الرياضة? طب مش عايزة احط رياضة اخط فوتبول. الموضوع سهلي وبسيط. هقوم شايل دو ده ومخليها دي يو. يعني انا ممكن اعملها كده اهو. ماذا انت? كاسك تي بانس دو اعمل كده. وممكن احطه وراها على طول كرة القدم دو فوت. وهم حطت هنا على متى استفهام. واضح يا شباب? طيب واضح يا مستر. طيب السؤال رقم اربع ده زي ما احنا عملنا في السؤال رقم تلاتة هنعمل في السؤال رقم اربع هنعمل ايه? هنربط هنربط ايه? هنربط كده اهو. ما بين الاداة اللي اسماها كاسك بالفعل اللي اسمه بونسي. مشان ما حدش يضحك علينا. ولو لقيت افتكر على طول. واربط كمان حاجة مهمة جدا حروف الجر. اربط ان حرف الجر اللي اسمه دو بيأتي بعد الفعل اللي اسمه بونسي. خلي بالك. الدو ده باضغاماته. طيب. فاضل حاجة فاضل حتة صغيرة معلش استحملني فيها. اطلع من السؤال رقم اربعة سؤال تاني رقم خمسة. وملخصه يا سيدي ان بونسي هنوديها هناك شوية. وهنجيب اسم النشاط او الرياضة. ازاي يا انس? اه هقوم جاي كده في الرقم خمسة. اعمل كده. واقول لك كرة القدم بالشكل ده. فاقول لك لفط اكتبها في بداية الجملة. وقوم ااخد فاصلة. واجيب كاسك اكتبها زي ما هي. فاقول لك هنا حاجة اسمها استنى. ماشي. اقول لك كده كاسك. خلاص? واقول بعدها بقى ايه? اعم حاطة تي برضو. ولكن هبعد الفعل بونسي عن تي شوية. بعدهم عن بعض بقى زهقه. فاقول كاسك تي وقوم حاطت هنا بونس. بالشكل ده. ومصرفها عادي خالص. وحاطت في النهاية علامة استفهم. ولكن هنا النقاط هتلاقيها تأتي قبل بونسي. فقوم حاطت فيها حرف جر مختلف عن اللي فوق. فحط هنا حرف مختلف. اسمه. فاخد بالي ان ده السؤال الاخير. او السؤال رقم خمسة اللي انا بضفه لك. اذا النقاط اتت بعد بونسي. حط دو. لو النقاط كما في المثال رقم خمسة اتت قبل بونسي. حط حرف الجر اللي اسمه. اظن واضحة يا رجال. ارجع يا مستر للكتاب. وارينا بيقول ايه. بنشغبط كده في الصبورة مع بعض. مبدئيا محتاج اكون عارف ان كلمة معناها رأي. وكذلك محتاج اعرف ان كلمة برضو معناها رأي. اللي فوق دي مذكر واللي تحت مؤنس. طيب. فين الخمس اسئلة يا عام قدامك بالترتيب زي ما احنا قلنا. تحفظهم بالترتيب. اول حاجتين عملناها ايه? ادي رقم واحد. ادي كلمة افي رأي. مذكر اه. ام ناخدين معاها كل. ودي كلمة مؤنس. ام ناخدين معاها كل. لا 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 لا. وده حرف الجر اللي اسمه سير. ولا حرف الجر اللي اسمه سير. ثم هيجي بعد دي اسم نشاط او رياض. دول اول اتنين هم بالترتيب عشان تحفظهم. طب التالت ربطنا اداة الاستفهام اللي اسمها كومو. بالفعل اللي اسمه ترو في. ثم حطينا بعدها اسم نشاط او رياضة. ثم رقم اربع يا عم اناس. ربطنا الاداة اللي اسمها كاسك ماذا? بالفعل اللي اسمه تعتقد بونسي. ثم بعد بونسي نضع دائما دوء او اضغاماتها. وانبسق من السؤال رقم اربعة. سؤال اخر رقم خمسة. لكن مع وضع النشاط او الرياضة في بداية الجملة. ووضع بونسي في نهاية الجملة. ووضع حرف جر اسمه اون في منتصف هذا السؤال. في منتصف الجبهة. خلصت يا صاحب يا زي الجزئية. نذهب الى الجزئية الاخيرة. لما نقترح عليك اي نشاط او رياضة. وحضرتك عايز تجاوب على هذا السؤال. ممكن تستخدم اي طريقة من اللي قدامك. في رأيي. انا احب زر رياضة جيمس سبور. في رأيي برضو. بالنسبة لي. كما في المثال الموضح. هنا بيدي لك مثاله على حاجة بيسأله عنها. فقال له يعني ماذا? ثم قال له انت. ثم تعتقد في رياضة المستخدم طريقة من طرق الرد على هذا السؤال. فقال بالنسبة لي سي انها بتكون رياضة خطيرة. طيب هنا سأله عن قال له انا ارى ان الرياضة ركوب الدراجات بتكون محفزة. من فضلك احفظ لهذه الصفة. محفزة احفظها قراءة وكتابة. واحفظ كمان معناها خطيرة قراءة وكتابة. طيب عندي هنا شوية اسئلة بنهي بهم الحصة بتاعة النهاردة وهجي لك وهجي لك وهالسابعة اللطاف الزراف اللي قاعدين معانا هناخد قراءهم ونمس عليهم. هنا بيقول لي انتم تعطون انتم تعطون انتم تعطون رأيي ايه 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 نيجاتيب يا لا يعني سلبي. نيجاتيب. انتم تعطوا رأيي سلبي على رياضة خطيرة. ماذا انتم تقولون؟ اقول موتيفون محفزة اقول مرحة اقول ساة يعني هذا يعطيني. انا الادرينالين يعني بتحفزك لأ طبعا. اول سي اونيو بتكون مزعجة او مملة. طب اتنين. انتم تطلبونا من صدقكم. على رياضة خطيرة. لما اروح لواحد اطلب رأيه على رياضة خطيرة. واحدة من الحاجات اللي احنا درسناها مع بعض. رياضة خطيرة اقول له ما يكون رأيك على الفيت تي. صح. طب تي بونس كوا. انت تعتقد ماذا في هذا الفيت مو ملبس? لا عيب يا راجل شيل. طب كاسك تي بونس دو فوت. طب الفوت دي خطيرة? لا. عشان كده درسنا في اول الحصة. الفرق من رياضات الخطيرة والكلاسيكية. طب كيف انت تجد الزي بتاعي? اعلقة الزي بتاعك. تلاتة. انتم تعطون رأي ايجابي. مهمة جدا. على ممبرات كرة القدم. ماذا انتم تقولون? رأي ايجابي اقول هذا لا يكون شيق. لأ طبعا ما ينفعش. انا اجدها رائعة صح? كرة القدم. طب اللاعبين ما بيكونوش في الفرمة شيل. طب انا مش معجب نفيه هو. مش معجب بهذا المطش. لأ شيل بقى. خلاص? طيب حبيب قلب بركز معاي. اربعة ما تزهاش. العلم بيحتاج صبر. وطولة بال ما تزهاش. انتم تعبرون عن رأيكم على رياضة. انتم بتقولوا رأيكم على رياضة خطيرة. ماذا انتم تقولون? اقول انه يكون مطش رائع? لا. انا اجد هذا مزعج اه وارد. يبقى لا انا اجد هذا مزعج هي اللي تنفع. الفوت مش رياضة خطيرة خالص. ولا البسكت بتكون رياضة خطيرة. يبقى انا بعبر عن رأيي في رياضة خطيرة فاقول انا اجد هذا او ذلك. مزعج او ممل. اه عندي هنا خمسة. انتم تقولون ضد رياضة خطيرة. ماذا انتم تقولون? لما انا بقى ضد حاجة اقول انا معا هزي الرياضات. هزي الرياضات محفزة لأ بوف. الاسف ده بيكون انزل تحت على حتة جرامر وتخليك وات كده فلة وتركز معايا. حضرتك يا فندم بسأل عن كلمة معناها وجهت نظر. والكلمة دي عرفت من خلال المحدد اللي قدامها ان هي كلمة مفرد مذكر او مرايح لكل الاولانية. طب ما احنا لسه يلين ومحفزين الناس ان مؤنسة اروح لبي طب ومالو. طب واحنا ربطنا يا ولاد الفعل بالادال اسمها الله عليك. طيب ما يكون رأيك. اه احنا قلنا بعد بعد السؤالين ونضع حرف جر اسمه. سير على الرياضات الخطيرة. اشتا اشتا. رياضة ركوب الدرجات. اه اذا النقاط قتت قبل الفعل بنضع طب اللي بعد الفعل بنضع دو. طيب لا 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 ده جاية هي. طب الدو هنا هتتحط ازاي? ستة كده يا مستر? لا 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 والله ما حصل اخدها مضغمة دي يو. لان الرياضة جات بعدها على طول. لو في هنا صفة اشارة او صفة ملكية ما عملش اضغام. كاسكي فو بانسي? ماذا انتم تعتقدون? اه اه كاسكي فو بانسي? هنا النقاط هتأتي برضو بعد الفعل اللي اسمه بانسي ولكن هنا هسبت الدو لانه اتى بعدها صفة من صفات الاشارة. وبهذا تكون انتهت حصتنا. اي حد عايز يسأل عن اي حاجة فليتفضل برفع يده.